صباح الخير وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم الجمعة 21 كانون الثاني 2022 ضيفي في هذه الحلقة الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور لوي سحبيئة صباح الخير دكتور وأهلا وسهلا فيك أهلا فيك وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء تعقد صباح الاثنين المقبل الأبرز بنود جدول أعمال الجلسة مشروع قانون الموازنة وأيضا في مشاريع أخرى مثل مشروع مرسوم يرمي إلى أعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعملين في القطاع العام مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة بدل النقل اليومية ليصبح 65 ألف وفي بنود أخرى رحيول أنه نفصلها معك دكتور بدي أحكي أيضا عن صندوق النقد الدولي المفاوضات مع الصندوق كان مفروض يجي وفد خلال هذا الأسبوع ولكن بسبب جائحة كورونا تأجل الموضوع وكان فيه لقاء عبر زوم أيضا مع صندوق النقد أين وصلت هذه المفاوضات وقديش رح تكون هذه المساعدات مشروطة أو رح تتقدم إلى لبنان يعني بالقريب العاجل لأنه نحن بأمس الحاجة لألا بدي أحكي أيضا عن توصيف لهذه الأزمة وليما حاول صندوق النقد الدولي أن ينبه أكثر الدولة اللبنانية إلى الانهيار والخطر اللي نحن عايش فيه ويتخذ قرارات كونه كان عارف بهذا الانهيار أيضا أنه رح يحصل إلى خطة التعاف اللي عم ينحكي عنا كثيرا واللي قدمتها يعني الحكومة مفروض ورح تتناقش خلال جلسات مجلس الوزراء أين أصبحت هذه الخطة خليني بلش بمشروع الموازنة اللي هو الحدث الأبرز نهار الاثنين رح تجتمع الحكومة بعد طول غياب بسبب ضرورة وحاجة يعني المناقشة مناقشة الموازنة اليوم برأيك هذه الموازنة اكتملت خلصت كل يعني الأمور صارت موضوعة فيها هل فيها إصلاحات هل فيها اليوم تخفيف للموازنات عن أبرز البنوط فيها شوفي أول شيء الموازنة بعد ما طلعت الرأي العام وبالتالي أنا برأي التعليق عليك كثيرا هذا قبل بوقته ولكن أنا بحب نوه هون أنه من وزير المال الحالي أنه ما حكي شيء عن الموضوع لحظة هلأ أو ما حكي شيء بالإعلام أنا برأي هي نقطة إيجابية لأنه بالماضي لا أقول لك ليه بالماضي يطلع كثير إذا بدك حكي وتلتلوت والآخرية ورحنا وجينا هلأ هو السيستام المتبعه أنا برأيي جيد أنه بكرة مجبور بدي يحكي عنه وقت اللي أقدمه لمجلس الوزراء لأحد هلأ ما تقدمه بس طبعا الموازنة معروفة أنون للسنة الجاي فيها نفقات وفيها إيرادات وفيها الفرق بيكون يفاق دي عجز لأنها بلبنان أكيد عجز هذا ما هذا هون مفي نقاش حوله ولكن بالتفاصيل بالتفاصيل مشروع المرسوم اللي يرمي إلى أعطاء مساعدة اجتماعية لمؤقتة للعاملين في القطاع العام لكل العاملين في القطاع العام نص شهر ونص شهر تقريباً أدى بيتحد بيتقدر بهذا المبلغ أدى رح يأثر أيضاً من إحنا يعني اليوم بهل سيتم تطبيع عملة زيادة لحتى أعطاء هذه المساعدات اللي هي محقة واللي هن العالم بحاجة لأكيد شوفي اليوم الأجور في لبنان صارت مش مقبولي صح يعني فقرنا كمجتمع وهذا الشي صار مع الوقت أي مساعدة اللي هي نص معاش ونص معاش يعني أنا معاش شهر واحد يعني نص شهر ونص شهر بتثند يعني مثل البحثة بتثند خابي صح ولكن هيدا ما بتشير الزير من البير يعني ما راح تخلي الموظف يكون مرتاح طيب شو بترتب أعباء على الدولة اللبنانية يعني بوقت هذه الدولة اليوم مثقلة بالليون كله تضخمي كله تضخمي كله مليارات اي لأن دولة ما عم تنتج بلبنان صح والدولة ما عم فيها تلم إرادات ما عم تلم إرادات ضرائب يعني ضرائب اليوم الشركات أصلا ما عم تربح التفقاء اللي هي الضريبة المهمة بلبنان إذا ما في استهلاك ما في تفقاء ما يتفقاء نسب 11% استهلاك كله نازل يعني الدولة اليوم بحالة إرادات ضعيفة أدي فيها تستمر الدولة اليوم بهالإرادات الضعيفة دكتور اليوم نحنا شفنا صارنا سنتين يمكن بهيدا الوضع أو أكتر أدي فيها تستمر الدولة بهيدا الوضع هو مش 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 لي قداش فيها يعني كيف بدأ تستمر كيف بدأ تستمر يعني اليوم تستمر اي يعني اليوم عندك إنفاء أجور وكذا وإلى آخره اللي هو إنفاء كبير يعني نشوف ليش أنا عمول بدأ نشوف الموازنة شو عملت بالنفاءات أو الإنفاء لأنه عندك أنت اليوم فصول بالموازنة عندك بالإنفاء عندك الوزارات عندك الأجور عندك المشتريات حسنا رئيس الحكومة حكي من جماعتين أنه ما رح يكون في زيادات كبيرة بالإنفاء بس كمان ما تنتظروا مننا كثير لأنه نحنا إمكانياتنا محدودة هيك قالب هالمعنى وإذا إمكانياتك محدودة شو ناوي تعمل؟ هو دائما إنفاء عنده هدف أنت شو هدفك؟ ولذلك كان مفروض تكون الرؤية أنا ما تحب تسمي قطة الرؤية لازم تكون قبل الموازنة يعني إجمالاً تعملي رؤية ورؤية على خمس سنين وعندك خمس موازنات جواتك آها هيدا الرؤية غير موجودة هذا ليس موجودة نعم نتصرف كل يوم بيوم ولكن في كتير من الوزراء اليوم مع طردين على الميزانيات اللي ستصرف لوزاراتهم بأنه هي غير كافية وهنا عم يطلبوا مبالغ أكتر وعم نشوف يعني كل يوم كل وزير بيقول لا نحنا بحاجة لأكتر من اللي حددوا لنا وطلبوا مننا التخفيف كتير من موازنتنا ونحنا مش قادرين في عندنا متطلبات وحاجات ومعون حق لأنه خاصة نتاع في الموازنة بالليرة اللبنانية وخاصة الوزارات اللي بدها عندها مشاريع بس خدي وزارة الأشغال وزارة الأشغال وحدة منهم وحدة منهم وحدة منهم لأنها بدها تعمل ترقاط بدها تزفت بدها تعمل جسر مثلاً كله هذا طبعاً بالعملة الأجنبية تلاقي كل موازنة الوزارة ما بتعمل جسر مثلاً أو طريق أكيد في مشكلة بس المشكلة التانية أنه منابلة نجيبون طيب هذه القصة كلها لذلك الرؤية أساسية أنه اليوم عندك انفق لش وزارة الزراعة ووزارة الصناعة كلهم بحاجة لدعم هذه القطاعات حتى ترجع تكون منتجة من أول بجديد مثلاً وزارة السقافة وزارة السقافة من الوزارات المهمة جداً مثلاً كهدف السقافة في لبنان تأتي وزارة السياحة إلى آخر حتى لا نعددهم كلهم وكلهم هؤلاء من هنا نجيب الإرادات وهون قصة الرؤية كانت مهمة أنه نحن كيف نجيبهم هؤلاء والضرائب لا يوجد تتكلي عليها اليوم بدك أنا برأيي وأنا بعرف كتير ناس ما رح يقبلوا أو ما بحبوا هشي بيع شوية أصول للدولة ليش لا؟ اليوم الدولة عندها كتير أصول أراضي إلى آخرية فيها تبيع شوية وتمول إذا ما بدأ تبيع قطاعات يعني اتصالات أو كهرباء بتطلع الصرخة طيب فيها عندها كتير دولة أراضي إلى آخرية فيها تبيع شوية وتمول هالشي اللي نحن عايزين نموله هلأ يعني صار اليوم الحل ما بق هو الاستدانة لأن ما بق حدا عم بيديننا صار الحل اليوم هو بيع بعض الأصول ولكن نحن اليوم هلأ متجهين إلى مفاوضات مع صندوق النقد ويبدو يمكن يعني بنهاية هذه المفاوضات رح يكون فيه مساعدات صح ولا لا؟ ليس مساعدات قروض قروض عفوا صح قروض قروض مويسرة يعني فيك إذا تعتبرها مساعدات أنا مويسرة لا بس هي قروض بس هي الأهم من هيك صندوق النقد شو رح يعطي فيه قروض أدمع عطاكي ما رح يكفوا أهم شيء اللي بدو يجي من وراء صندوقنات لأنو أهتصير في لا 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 وهتصير فيه اتفاقية مع صندوق النقد في دول تاني وراء بتصير ساعتها تتبرع أو تعطيق قروض لأنو صار فيه اتفاق مع صندوق النقد وهذه المهمة يعني مثلا أموال سادر أموال سادر مثلا ما رح تجي هيك لوحدها وهتصير فيه اتفاقية مع صندوق النقد ممكن تجيك ممكن تجي أموال جديدة من دول خليج من أوروبا من أمريكا إلى آخرين هذه بدل تترفق مع تسويات سياسية معينة هذه بتجي اليوم أنت وقت تعملي اتفاقية مع صندوق النقد وأعطيها واتزمت فيها وهون أنا كمان بعدني ماني مطمم بالي من التزامنا لتنفيذ الشروط نحن منجرب نتزاكع بلبنان دائما أنو يبقى يلا منمضي بتجي الأموال وبعد يلا منشوف لا هذه ما بتمشي هلا سحح بدي كون في مراقبة اليوم بدي كون في مراقبة بعدين أنت متوقع عشي ما فيك تلتزم بتنفيذه عرفتي كيف ولكن وقعنا سابقا على مؤتمرات كتير ومالتزمنا فيها يعني ما فينا نقول إنه ما يعني ما نوقع عشي ما نلتزم فيه يعني كمؤتمرات سادر القديمة أنا ليش عمولة مش مطمم بالي لأنه عنا تاريخ منه كتير أبيض بهالنحية وأسوأ شيء هو وقتا أننا رفضنا نسدد الديون من سنتين بدون مفاوضة مع الدينيننا صح نحنا قالنا لا والله أبضايات نحنا ما بدنا نسدد وروحوا بلطوا البحر وقال لا على أساس اليوم إذا حدم دينك ألف دولار فقالوا لا ما بدي أدفعهم إذا ألتينوا بدي أدفعهم والأكيد ما بيعودي دينك صح بيعمل دعاوة عليكي هذه ما ما يترتب عليها من مضاعفات لهذه الخطوة كل اليوم عم يحكي عنا أنه تتركت إنعكاس كتير كبير ما بقى عنا مجال يمكن نطلب أي دين من الخارج لأنه ما سددنا بهذه الطريقة بدون أي تفاوض اليوم خلينا بس إنهم موضوع الموازنة يعني وهو المشاريع في أيضا مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة بدل النقل اليومية ليصبح خمسة وستين ألف ليرة عن كل يوم حضوري هو طبعا أساسي مع غلاء البنزين لكن أيضا هيدا يعني من أين ستأتي الحكومة أو الدولة اللبنانية بهذه المبالغ لتغطية نفقات النقل بدل النقل الجديد واللي هو رح يزيد بشكل ملحوظ كله يزيد اليوم بالإنفاق لأن الإنفاق بمجرد دولة تستورد قصص أو كاميونات وراء ليم اليوم هيني أنك تروحي ببناني بيقول لك ما عندي ورقة لطلع لك إخراج الأيد أو ما عندي ورقة لطلع لك سجل العدلي وبالتالي مرة كنت يروح على دايرة أنا مشون ذا أخدت الورقة معي في حال في حال هو ما عنده لعطيها تفضل تفضل خود الورقة بعليها لا لا أنا أخدت له الورقة لهو يطلع على البرينتر عنده ويصدقها بدنا نتحسب لها المواضية يعني كلها حطي وراء معيك وحبر البرينتر لأنو أنو معقولية هاي لأن ب şeyler نستورد حتى الحبر بلنا نستوردو الحبر هذا الحبر صارت حقا بلوي صحيح صحيح غالي الحبر كتير غالي الحبر غالي الحبر كله مستورد من الخارج � Haupt haben istshccc Allowance على الدولار ثutto sho Everyday أو على اليورو أو شما كان وبالتالي اليوم عندك غالي كتير لأنفاء عليك كدولي هيدا التي النقل هيدا انا برأي تفصيل النقل والدولي مش عادرها تغطي Такي أي Mountain هالنفقات ولذلك نرى تردي تردي بمؤسسات الدولة لا تستطيع أن تقوم حتى بواج بيتها اليوم. يصبح شيء مهين. لا يوجد ورقة لأعطيك المعاملة الفرنية. لماذا؟ بالكهرباء أيضا. الكهرباء يريد أن تذهب إلى أردن وصوريا ومصر وتنتشي هنا لتعملي عشر ساعات. فقط. لا يوجد حتى ساعتين في النهار. لا يوجد حتى ساعتين في النهار. لا يوجد حتى ساعتين. أو ساعتين مقطشين. بيروح أمتهم كمان. وساعتين من مصر. وساعتين نرؤدهم. وساعتين من سوريا. لنصير لدينا عشر ساعات. تأملي. لنرى كم نصل لهم لهالعشر ساعات. لأنه مثل ما صرنا معادي. لا نقول فول إلا تيسير بالمكتون. لا يمكن أن نصل لهم بالمكتون. وعدنا على رأس السنة أن تتحسن التغذية. ولكن. يمكن الوزير يعمل جهد جديد. يعمل هذه الاتفاقيات. كانوا يمروا بقانون قيصر. يأخذ الموافقة. سلمتها السفيرة الأمريكية. للمسؤولين في لبنان. حتى يرجعوا بالشباز. ولكن هناك أنبيب الغاز. يمروا بسوريا. يريد حاجة لصيانة. الأمور طويلة ومشربكة. هذا ما نريد أن نصل لهم. فإن شاء الله نستطيع أن نصل بعد كم شهر على عشر ساعات تغذية. لذلك دعونا نسكر. الإنفاق لديك إنفاق كبير. ليس فقط نقل بأجور. أنا أرى أن النقل والأجور. لا أعطيهم الكثير من الموظف. يأتي الموظف يصرفهم في البلد أيضا. إذا أعطيتك 65 أفل ليلة نقل. يريد أن يأتي عشغله. قالوا يردوا. يريد أن يشغل البلد. لكن هناك قصص يأخذهم من برد. وبالتالي هذا. لا أريد أن أسمعهم هادر. لكن إنفاق بدون مقابل. أنا تشتري شيء من برد. وتدفعي حق. لأنني أريد أن نطورنا قطعات الصناعة. والزراعة حتى. تستور هذه مأكلات. بكل الحالات الإنفاق في لبنان سيكبر. وأنا هون. أحب أن يتشاطروا في الدولة اليوم. أن يستعملوا دولار شيء للإنفاق. ودولار شيء تاني للإرادات. لأنه هي الفكرة أنه. دولار الإرادات. منعلي شوية أكتر. ودولار الإنفاق منوطية. هيك بيطلع الفرق. لا أريد أن نشرح هذه الفكرة حتى تكون واضحة. شوفي. البنان لدينا عجز بالموازنة أكيد. العجز شو هو؟ الفرق بين الإنفاق والإرادات. صح. والإرادات. اللي فيهم بالدولار. مثلاً إذا بيعتي شيء أرض أو أصول. تفوتري دولار أعلى. وبالتالي الفرق بقل. يعني بتقول عندي عجز أقل. بس هي عجز أقل يعني بالشكل. بس أنت بعضه عجزك عجز. وبالتالي أن هالأصول هذا. خلنا بيعون فوتر ذات الدولار هون وهون. مع الانتباه. أنه بالإرادات. وقال أنت على الدولار الجمركي عم تعليه. ولكن ما فيك كمان تعليه أكروز زبورد. يعني على كل السلع. في سلع أنت عندك إلى بديل هون. وسلع تاني ما إلى بديل. يعني لازم تعرف على أي سلع يتعلق الدولار الجمركي إلى إلها. لحتى تدعم الصناعة المحلية وتقوية. وأيها بدك تعليه للدولار الجمركي. صح. لأنه لا تحمي. وبالتالي هون. لانتباه أنه ما بديك ساعتها. إذا عملتها هيك. تصير تفوت بضاعها. وبيتفنيس بالفوتير. ليفوتوا الشيء اللي. مفروض يدفع دولار الجمركي عالي. بيغيروا له اسمه. بيروا على دولار الجمركي الواطي. كمان. إيش. إن كدش الطلاع ممكن يكون حاصل. ولكن بطريقة. يعني. يعني. ما هو الفساد. هيدا هو الفساد. ما هيدا هو الفساد. كدش قدرين نضبط هالأمور يعني صراحة. يعني مفروض الإدارة الجمالك. هي بتبقى هيك ثقافة يعني حتى. فيها ثقافة. هو المواطن. المستورد. التاجر. الموظف. الموظف. اليوم كمان ما يرتشي. يعني هيدا بالثقافة بالتربية بتكون. ما بعرف قدش قدرين نضبطها للصراحة. لأنه كمان الأزمة اللي عشناها بيانت. قدش عم بيكون فيه تلاعب يعني. وخاصة اليوم لأنه الموظفين أجورهم متدانية. يمكن إذا بدك رشو أسهل. رشوتهم أسهل. طبعا. طبعا بيضال فيه أخلاق الموظف اللي أنا ما بدي إدق فيها أكيد. أكيد. بس اللي مستعد عارف كيف يكون رخو شوي. بتصير أسهل إلى آخري. وهون ضبط الأمور. لأنه هو ما بيضبط الفساد إلا العقاب. وبالبناء بعد ما عنا عقاب. خيرا نحكي بكل صراحة. ما في عنا عقاب. قدش شفت السوبر ماركت. ولكن هيدا هي. طبعا طبعا أكيد. وما في رقابة وما في حسيب. ما في مين عم بيقلهم كلمة للسوبر ماركت يعني. ولا حدا عم يلتفت لألون. بيقولوا لك ما عنا كوادر تقدر تغطى المناطق اللبنانية كافة بالمراقبة. حتى الموجودين يعني. بالمدن ما عم يقدروا يرقبون. كيف إذا بدنا نحكي عن القرى والأطراف. بس اليوم إذا أنت عملت محاضر ونفست عقاب ضمن الأنون. كله ساعتا بيانتبه أو بيخاف. خلينا نقول بيخاف بين هلين. بس أنت اليوم عندك ما في. ما شفنا بعد ولا مثلا مسؤول عن سوبر ماركت تعقب أو توقف. أو عارع الحبس أو شي. كيف بدك الأمور. وفي ناس بيخبروك إخبار أنه عم بيرشوا لأوقات المرأبين. طبعا. إذا هالسيستام كله فارد. يعني ما عاد فيك كتير تتأمل للأسف الشديد. وبالتالي هون يجب إصلاح السيستام. الوهرة. يعني بدي كون فيه وهرة للدولة. بدي كون فيه عقاب. لحتى العالم تقدر تشوف وتتعلم يعني. هيدا كمانا بالنتيجة. اللي عم نحكي عنه هو العقاب أساسي. معلوم. تصدير محاضر. ضبط مخالفات. توقيف اليوم. حتى الآخرين يعني يحسوا بالسخن. هيدا مشكلة كتير كبيرة. لأنه هيدا نوع من الإصلاح كمانا. اللي هو مطلوب من قبل المؤسسات الدولية. أن الدولة اللبنانية تنفذ بمختلف قطاعات هذه الإصلاحات. ومنها هيدا مثل إذا بدنا نقول على سبيل المثال. يعني ببيئة المحصلة مشروع الموازنة سيمر. مثل ما هو مثل مطارحه رئيس الحكومة. برأيك. أنا برأيي بده يمر. أكيد بده يمر. واللي عنده اقتراحات أولى. أنا برأييي بمجلس هذا راح يمر. بده يوحل المجلس النيابي. والليجاني. أول شيء لجنة المال والآخرية. بالمجلس النيابي. هناك شو يومين ثلاثة على التليفزيونات. وبالتالي ما عليش. خليهم يطلعوا وكذا والآخرين نواب. يعبروا ونتفي. يعبروا ونتفي. والانتخابات هذه بتفيدهم كثير. يطلع على نص ساعة على التليفزيون يحكي خطاب. وبالتالي ما عليك كمان هذه الصحية. أنا شوية من هيك نعزز الديمقراطية شوية. وأنا راح يوافقوا عليها. بعد أن أصلا هي الموازنة التي نعمل قبل السنة. صحي. هلأ دخرنا. في تأخير. في تأخير. لحد هلأ شهر يمكننا نخلص بعد شهر تاني. لا اخر شباط يمكن. مية بالمية. حسب ما يعجب. وبالتالي أكيد راح يوافقوا عليها. ولازم يوافقوا عليها. لأنه هي ضرورية يعني بالنتيجة. بضرورية. بس وين أنا الشي اللي بحبي يعجله فيها. ولو كانت ما راح تكون هالمرة مثالية. أنه صندوق النقد ما راح تقدر تعملي اتفاق معه. غير ما تكون في موازنة أنا برأي منتي. صندوق النقد صور ما بيفاوض على هذه القصة. بيكوني عملتي موازنة انتهت. رؤية منتي. وفي قصص تاني كتير مهمة كمان قبل ما تقدر تتوقعي. مع صندوق النقد. طبعا. والوقت مش معنا. والوقت مش معنا. والوقت مش معنا. ولكن نحنا بلبنان تعودنا على المماطلة. ما بعرف يعني دائما بكل شي في عنا تأجيل وتأخير. بس ما بعتقد ما رأنا بفترة. إذا بدك أسوأ من الفترة اللي نحنا عايشينا. من ناحية المالية الاتصادية اليوم. في القصة الحرب والحروبات هايديكي. بس عم نحكي من ناحية الاتصادية المالية. ما بعتقد ما رأنا بفترة أسوأ من هاي. وبالتالي يعني اللبناني اليوم موجوع. ولكن صارنا سنتين ثلاثة بهالمعدل يعني تقريبا. بس عم ننزل. عشين هيدا الأزمة وهيدا الانهيار. وما عم نشوف أنه عم يكون في استعجال يعني اليوم لتدارك يعني أي مخاطر أو انهيار أكبر. أو أنه المواطن يمرق بظروف أصعب من اللي عم يمرق فيها. يعني اليوم حضرتك كاتب مقال به جريدة اللواء. وحك عن عذاب المواطن اللبناني بظل هذه الأزمة. خلينا نقل على موضوع التعميم. تعميم مصرف لبنان. أكد حيكم مصرف لبناني رياد سلامي الاستمرار بالتعميم 161. اللي على أساسه عم بياخدوا المواطنين الدولار البنك نوت. وعم بيصرفوا يعني عم يخدوا على سعر سايرف وعم بيصرفوا بالسوق المحلية. هلأ صار تقريبا السوق السوداء يوازي سعر سايرف فقط. نظر. ولكن أكد أنه قال استمرار فيه. ولكن السؤال يبقى أنه من أين يأتي اليوم حكم مصرف لبنان بكل هذه الدولارات. هل هي من أموال الموضعين. اللي يعني يحكى بأنه عم ينكب حوالي 150 مليون دولار إلى 200 مليون دولار باليوم. قدي هذا الشيء صحيح. ومن وين عم تجي هذه الدولارات؟ بوقت كنا عم بيقلنا أنه ما بقى في دولارات يعني. هو ليكي الاحتياط الإلزامي لا يمكن المساس به. لا هو ما قال لا يمكن. هو قال أنه ما عد معنا الدولارات. وأنه عندنا الاحتياط الإلزامي اللي كان 13-14 مليار. أكد عم يستعملون أنهم. يعني أنه. ليس من سلفة لبنان من صندوق النقد الذي طلعت له يمكن من فترة. وإذا كمان سلفة صندوق النقد. بيطلع نفس المبدأ. ليطلعت لكل الدول يعني. يعني مليار وشوية. وهو بيخلصوا. يعني الموضوع هو بذاته. الموضوع أنه أنت اليوم عم تحطي دولار بالسوق. زدتي عرض الدولار. نزل سعر الدولار. لا يوجد سحر فيها. الموضوع قديش فيك تحطي دولار بالسوق. ومنين؟ طيب. إذا حطيتي كل اللي عطانا إياهون صندوق النقد. طبع الأس دي آرز. مو بعد أنه شو الأنجازات. أو صحبتي من الاحتياط الإلزامي اللي هو أموال المواطنين بدون إذنهم. كمان. يعني اليوم عم تحطي أنت دولار بالسوق. لهدف واحد تنزيل السعر. عظيم. نحن كلنا مع تنزيل السعر. وكلنا بنستفيد منه. لأنه بتنزل سعر المحروقات. بتنزل السوبر ماركت شوية بعد. بس أنه إجبار يبدون بعدين. يعني عم نستفيد. ولكن ليش متل ما لازم. يعني. لما طلع الدولار إلى 33 ألف. يعني الأسعار حلقت. وبعدها محلقة. وهلأ بتسأل أصحاب السوبر ماركت. بيقولوا لك عم ننزل. في بعض السلع بلشتتنزل. ولكن بس تروح على السوبر ماركت. بتلاقي إنه تسعين بالمئة بعدهم على السعر الغالي. عشرة بالمئة فقط نزلوا أسعار. ومنهم الدجاج يمكن. أو اللبن. ولكن كل شي بقيت. كل شي لا. كل يوم على التلفزيونات فيه تقارير. وتقارير مع الناس اللي عم تشتري. هي أكتر ناس بتعرف. صح صح. للك لا ما فيها. فيه ناس كمان بيقولك فيه أسعار طلعت. في شي مضحك مبكي أنه أسعار طلعت كمان. هاي دي بدك كمان. هون وزارة الاقتصاد. الوزير والمدير العام عم بيشتغلوا. بس متل ما قلتي قبل شوي. عندهم خمسين مفتش. ما فيهم يفتشوا سوبر ماركت الأشرفية. كم سوبر ماركت هيك كبير يعني. ببيروت عم نقول يعني. بس هايضا اللي عم نطلبوا منهم يعني. يعني فيه كم سوبر ماركت كبار. قادرين يروحوا يبعتوا مفتشين عليهم يعني. صراحة. هل عم يروحوا. بس ما فيهم نروحوا كل الفروعة بذات الوقت. ليس كل الفروعة. هيك كم سوبر ماركت. بس يشوفوا الأسعار يطلعوها. بس بعدين نرجع منقول قضية العقاب. يعني اليوم إذا شفتي سوبر ماركت ملتزم. بس نطلع عم نحكي على التليميزيون. لا لا تم العقاب أكيد. هذا اللي عم نطلب فيه. محضر وبعدين أو عقاب مادي أو إلى آخرية أو إلى آخرية. هاي ما شفننها بعد. صراح. وينما كان. صراح. وبالتالي ما بيخافوا هني. هني مش خايفين. هون القصة. يعني التعميم 161 عم يجيب الأموال. دولارات. إما من الاحتياطي. إما من مخصصات لبنان. اللي صندوق النقد اللي طلعت لك. وكلهم محدودين. ومحدودين. ورح يخص. يعني هيدا نزلة الدولار اليوم. اللي عم نشهدها رح تكون مؤقتة. أنا برأي إصطناعية. 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 كمبدأ الدولار في لبنان. أو النقد. يعكس الوضع في البلد. هذا الأساس. هذا الدايم. طلعت ونزلت. هذا غير موضوع. مثل واحد يلبس جاكات حلوة. أو جاكات مش حلوة. نحن قد يكون الدولار. حتى يعكس الواقع اللي نحن عايشينه. المشكلة الواقع في لبنان اليوم متقلب جدا. ومن وضع مستقر. وبالتالي. ما فيك تقولي اليوم عن دولار. لأن وضعنا مش طبيعي. وضعنا مش صحي ومش طبيعي. ما فينا نحدد اليوم ساعة. ما فينا نحدد. ونقول إنه هيدا اللي لازم يكون. لا. لأنه خليني استعمل كلمين كما نقول. نحن عكاف عفريت البلد. أوكي. وبهيك وضع ما حدا ممكن يعرف. لأنه. هلأ أنا بقدر أعطيكي سيناريو. أكيد إن شاء الله ما يصير. أي نجزة هلا قبل البلد. أفضل مجلس وزارة الاجتماع. تنين. وإن شاء الله ما يصير شيء قبل. أي نجزة يشير جوه صدام سياسي. بترجع الأمور. بترجع لورا بتفلت عن جديد. وبترجع بشوف الدولار عم بيطلع وإلى آخرة. يعني. يعني مثل البلد اليوم بحالي أنه مصبجين ولا يظل رايق. هو دولار سياسي يعني اليوم. مش سياسي. شو لك أنا. مثل اليوم إذا اختلفوا بمجلس الوزراء بدوا يرجع ينط الدولار. بس مش سياسي. يعني شو؟ دولار نفسي. نفسي. هلأ هيك اليوم لحظة بس سؤال دكتور. هيك الدول بتشتغل على هذا العامل النفسي والسياسي اللي نحنا بنشهده يعني. هلأ بتشوفي. هيك بيطلع وبينزل الدولار بكل الدول. شوفي أي دولار أو غير سلعة. طبعي. بس بس دولار. الدولار وكل النقد وكل السلعة في العامل النفسي والتوقعات بتشغله. مثلا تاخدي برميل النفط اليوم. كيف سيصير بالتسعين دولار؟ ممكن يصير للمئة دولار. هلأ اليوم. توقعات يصير برميل النفط بالمئة دولار. ليه. هل فيه هجوم؟ لا. لأنه الناس بيصير فيه مضربات على الأسعار. وصيرية توقعات. أنه نتوقع هيك. نتوقع أنه العرض ما راح يزيد. وبالتالي بتصير الأسعار تلحق بعض طلوع. ليس لأنه مثلا بيزيد الطلب ويمكن ما فيه إنتاج كبير هلا. ليوم مثلا بسعر الدولار بيقلك الطلب منه راح يزيد. منه راح يزيد كتير. ولكن يمكن العرض ما يقدر يلبي. لأنه فيه يمكن الحرب روسية على أوكرانيا. صح صح. فيه يمكن اتفاق الخليجي. ما هي دي. أنه الطلب راح يزيد والعرض راح يكون أقل. راح يكون كتوقعات. نحن ما منعرف أنه هيك راح يصير. وبنمشي بهالزيادات على التوقعات. إن كان بالنفط إن كان بالدولار وإن كان. شو ما كان. هلا الدولار في لبنان مش سياسي. دولار هو نفسي. نفسي. والعوامل السياسية بتأثر علي. بس مش إنه سياسي إنه الحزب الفلاني بيقرر يشتري أو يبيع. لا. مش هيك بتصير. وتصير إنه توقعات إنه. وبالتالي أنا برأيي اليوم. التصرف الحكيم عند الناس. إنه دولاراتك اللي معك. ما تصرفون. ما تهدرون إلا على الحاجة طبعا. شو حالي يقول. ولا بيموت جوع. أو معي دولار ما بصرفوا. ولا كمان شراء للمضاربة. يعني أنا المضاربة بلاقي دائما بتخسر. كيف يعني بقصة المضاربة. تشتري وتبيعي لتربح من الفرق. يعني هاو عم بقوموا في من المواطنين العاديين. أم هن السرافين. أم هن المصارف. أم مين اللي عم بقوم في هذه المضاربة. أو سياسيين. السياسيين. مما كان المضاربة. كل الناس اللي تعمل تبيع وتشتري. كان يبقى في مضاربات عقارية بالماضي بلبنان. صحيح. يشتروا وبيع الأرش. أسعار العقارات طلعت بشكل رهيب بلبنان. مضاربة تشتري وتبيع حتى للاستفادة منها. هذا. أنا بهذا المواطن العادي إذا أريدك. أكيد. المصارف والآخر يدبرون حالهم. المواطن العادي اليوم. اللي معه شوية دولات. ينتبه لهم. يجعلهم على جنب. لأنه لا يوجد تتوقع. تتوقع. تتوقع بالوضع. وبالتالي. لكن ليس أن تشتري. لأن الوضع كما قلت. خطر بشكل في لبنان اليوم. خطر اتصاليا وماليا. نجاح النووي. خطر اتصاليا أنه. لا يوجدك تعرف كيف تفب. الأمور تطلع. مثل ما هبتنزول. أعلى شغلي. يعني متوقع اليوم. أنه يرجع على الدولار. قديش التطبيقات اليوم. الموجودة هي كمان. بتساهم ب. رفع الدولار. أو نزوله. أنا براقيه. دولار السوق الموازي. هذا شي طبيعي. بغياب. سوق شفافي. رسمي. أنا لا أسميها سوق سوداء. سوق موازي. موازي. لأنه. إذا أنا أريد أن أبيعك دولار. قلت لك. هذا الدولار أريد أن أبيعك مليون ليرا. وأنت أشتريتي. يعني. هناك شي غير شرعي. إذا أنت قبلتي. وأنا أريد أن أبيع. حلق. إذن هذه السوق الموازي. فرضته الأوضاع. وفرضته قلة وجود الدولارات بالبلاد. وفرضته قلة تسقت العالم بالأسواء في لبنان وفي الوضع اللبناني. وهذه دائماً فورميل للعملة تهب. والعملة تهب طلوعاً مثل ما ممكن تهب نزول. يعني تنزل نزول بسرعة فائقة. وهون هذه خطورتها. ما حدا فيها يعرف اليوم كيف ممكن يصير. لأن الأوضاع بلبنان هي متقلبة. صح. يعني اليوم عم نحكي قبل ثلاث أربعة شهور من الانتخابات. وتبعت فيه ناس يقول ليك ما سيصير الانتخابات. فيه ناس يقول ليك ما معنى مصاري لنضول كهرباء بالغرف اللي الناس تنتخب فيها. ولكن الدولة عم بتأكد أن هذه الانتخابات ستحصل يعني. الدولة عم بتأكد. وأنه أموالها مؤمنة. وقبل أكدت بالماضي وقت صار فيه تأجيلات. وتأجلت. بالتالي فيه اليوم اللبناني عنده قلة ثقة بالرسالة السياسية. أقل شيء يعني اليوم يكون عنده قلة ثقة يعني اللبناني. لأنه ما في شيء من اللي عم ينقال عم يتطبق. ما عم يقدروا يلتزموا بأي وعد عم بيوعدوه فيه للمواطن اللبناني. وآخر شيء بتطلع برأس المواطن يعني هو اللي عم يدفع تمن هذا الموضوع. إذا بدي روح شوي على صندوق النقد ودور هذا الصندوق. يعني حضرتك يعني حكيت قديش الوضع بلبنان مقلق وقديش نحن بحاجة اليوم لصندوق النقد لحتى يعني نقدر ناخد هذه القروض الميسرة. حتى يمكن يصير فيها استثمارات وغيرها من الأمور حتى نريح السوق. اليوم هو المدخل إلى الدولارات واحد وهو صندوق النقد الدولي. اليوم قديش كمان الصندوق عم يتعمل مع لبنان بشفافية أو بوضوح أو بتحذير. كمان ما شفنا يعني أنه حذر من هذه الانهيارات أو هذه الأزمة. خليني بس إذكر على سبيل المثال أنه ليش فشل صندوق النقد بتقييم حقيقة الوضعين المالي والنقدي في لبنان قبل حصول الانهيار سنة 2019. اليوم هذا الصندوق أو هذه المؤسسات الدولية اللي هي بتقوم بمساعدة الدول المتعثرة. اليوم كمان مش من واجبتها أنه تحذر هذه الدول قبل وقوع الانهيار من أنه ماذا سيحصل. ليش ما قامت بدورة بشكل واضح وصريح. لماذا لم يتلمس مكامن الخلل الفعلية اللي كانت ستقود البلاد نحو هذه الأزمة اللي شهدناها. هل فينا نطرح هذا السؤال؟ أكيد تطرح السؤالات البديكية طبعا. قرأ رأي بشكل تقارير صندوق النقد. من زمان 2019 وقبل دائما تحذير. ولكن تحذير أكثر شيء عجز الموازنة. ولكن التحذيرات خجولة يعني لا يمكننا نقوم التحذيرات لوضع حد. شوفي المشكلة إذا صندوق النقد تدخل بقوة بيقولوا هذا الاستعمار جاي عارف كيف ديرنا وصندوق النقد الأمبريالي وإذا عطت تقرير هيك إلى أخير يقولوا هي عارف كيف كان تنبيه خجول لا حلأ صندوق النقد ما تنسي أنه بيشتغل مع ميتان دولة بالعالم وميتان دولة بالعالم بيعمل تقرير للميتان دولة هو بيسمونه الارتكل فور كونسلتيشن كل سنة بيروحوا على الدول وبيعملوا تقارير كل سنة ميتان دولة مش للبنان أنه أنه نحن لبنان دولة من هالدول أوكي هلأ هني حذروا كذا مرة موضوع الدين العام وما في كون وهدر والفساد دائما بس صار 2019 ما كان في حدا يتوقع لا بدنا ما ننتبه أواخر 2016 صارت أشياء كلها بذات الوقت يعني الكورونا أنه حدا كان ممكن يفكر الكورونا تأثيراتها يعني ما ننسب لبنان أقفلنا البلد أشهر والمطار كام قداش بقي المطار مسكر مثلا حتى يعني اقتصادي الدول العالم ككل كله تأثريت وتراجعت بسبب جائحة كورونا يعني هذا كان لها تأثير كتير كبير صح أنه بذات الوقت بس لبنان لأنه دولة ضعيفة تسكير البلد ستة شهور ضرب لنا النمو كليا يعني عندك الناتج المحلي الإجمالي بلبنان وحجم الإنتاج السنوي نزل من 60 مليار لعشرين يعني هايك نزلي يعني كلنا فقرنا بذات الوقت بعدين اجت بذات الوقت الانتفاضات الشعبية التي أنا برأي بمحلة بس ولكن هذه كمان ساهمت بزيادة القلق بالبلد مع أنه مبررة جدا وشهو الموضوع وبعدين سوق الإدارة بالبلد والآخرين والآخرين كلها عوامل وصلت بذات الوقت وصلت للوضع الذي نحن فيه يعني هذا الموضوع ما كان فيه صندوق النقد يراه بيعني قبل برأيك ويحذر منه بطريقة يعني صحية أنا أشوف أنه صندوق كان دائما عم بحذر يعني أنا من البيئره دائما تقاريره وتقارير غيره كمان لشكل صحيح أهو حذر لا هو حذر مدعا هذه الدولة المتعثرة أو التي اللي يراها بأنه ستنهار وهي ما عم تاخد أي خطوات يعني لتدارك الموضوع ما يعني وقفها مثل ما بقولوا عن تحدى أو أعطى التوجيهات اللازمة لكن كمان ما ننسى مثل ما قالت أجو كلهم بذات الوقت وبسرعة يعني شوفي لو ما في كورونا والبلد بقي فاتح والمطار ماشي كانت كمور كمان تغيري بعدين الموضوع السياسي بالنسبة للبنان خدي لبنان ودول خليج الاسترا أنه هذا الموضوع صندوق النقد بديو قضي تعاطى فيه مش شغلته أنه اليوم لبنان متأثر جدا بالأموال أو السياحة الخليجية وقفت كل يعني يعني هكذا في ذات الوقت خلينا بدي أكمل بهذا الموضوع وبرؤية صندوق النقد بعدة نقاط ومنا سياسة تسبيت سعر الصرف اللي كان معيادة ومنا الاقتراض بالعملات الأجنبية ومنا أيضا الهندسة المالية خلينا بس ايكي بدي فصل فيهون ولكن بعد الفاصل الأعلاني القصير عودة لألكم مشاهدين على متابعة السياسة اليوم مع ضيف الخبير الاقتصادي والمالي دكتور لويس حبيقب نرح فيك مجددا دكتور يعني عم نحكي كنا عن سياسة صندوق النقد طبعا لهو بده يقدم هذه المساعدات ولكن عن دوره بالتحذير أو عدم التحذير بأماكن معينة يعني أيضا حكينا عن تقييم حقيقة الوضعين المالي والاقتصادي قديش كان دقيق وقديش حذر اللبنانيين خليني احكي شوية عن أيضا لأنه في مليمة ببعض المطارح أنه صندوق النقد أيد سياسة تثبيت سعر الصرف اللي انتهجها المصرف رغم إشارته إلى كلفتها الباهظة يعني قال أنه هذه ستكون كلفتها باهظة ولكن أيدها بمكان ما وهو يعني يعتبر هذا الموضوع من أبرز الأسباب اللي راكمت الخسائر بميزانيات المصارف بالتاريخ بالتأول التسعينات كان لبنان غير دولي اليوم يعني وقته كان جاء الرئيس رفيق الحرير ورئيس وزراء الوضع بالبلد كان كله مختلف يعني نحنا بنتذكر الفترة منعرف أنه كان غير لبنان بوقتها ولكن يعني يعرف انه انعكاس شو معناه تثبيت سعر تثبيت الصرف شوفي تثبيت السعر الصرف في كتير دول مثبتته وماشي حالة بتاخدي مثلا دول خريج في السعودية مثلا مثبتة عملي الريال ما في مشكلة بتاخدي قطر مثبتي يعني في دول ثبتت عملتها ما عندها مشكلة وين المشكلة كان عم يفوت دولارات كتير على البلد ما عندك مشكلة لانه الناس بده دولار فضل بدك خمس دولارات هذا عشرة وهيدي بقينا فترة التسعينات فترة الزهار فعلا لا بس كنا عم ندفع تمنى هيدا التثبيت بالمديونية عم تتراكب علينا المديونية لان هيدا نوع منتدعمه والدعم اخر شي من هنا عم تجيبه هم تدينه لانه وقتها كان عندك نمو سنوية 8% الاقتصاد اللبناني بالتسعينات كان عم بينوى كل سنة 8% و 9% الحصائيات موجودة وقتها الاقتصاد اللبناني عم بكبر كان عم بستوعب كل شي وين حسيتي بالشوك وقتها النمو وقف والدين بعده قوي وبطل يفوت دولار على لبنان هيدا اللي حسيتي بالوجع ايه كنا عم نقدر ندفع ديوننا يعني لانه كان في عنا نمو هلا بطل فيه نمو ما بقى عم فينا ندفع ديون ولكن ما كنا عم نعرف انه بالنتيجة هالنمو بدل ما يستفيد منه البلد بطريقة ما يعني لدعم انتاجاته او القطاعات الانتاجية فيه كان عم يتاخد كل هالنمو حتى يغطي الدين العام ايه ما هو هون مصر في ابنان تأخر لغير سياسة سياسة انا بالزمان حكيت معهن باواخر التسعينات او الاخيري وقتها كانت قادرين لا بس بالتسعينات باواخر التسعينات بطلنا هني كان جوابهن بشكل انه علقنا فيها بما معناه علقنا فيها الناس تعودت عليها الناس صارت انه دولار 1500 و 1500 دولار يعني صار متل صار شي سابت صار شي سابت يمكن نفكر انه يوما ما رح يتغير هيدا السعر يعني بالفعل وهيدا اللي هون كمان متل الدعم ما هي هيدا نوع من الدعم هي دعم للليرة دعم السلع والخدمات كلها وشوي بدل ما نعملها بشكل تدريجي وقفناها بفرد ضرب تركت البنزين ضربت من العشرين 100% وهيدا هو الخطأ يعني اللي حصل هيدا هو هيدا خطأ بصدق انه كان لازم عمر كل هاده السنين نبلش نخفف هيدا الدعم ولتسبيت سعر الليرة بس هيدا مش خطأ صندوق النقد انا مش عم برر صندوق النقد انا مش فرق معي بس انا هقول لا ولكن ايه هو ايد ايد هيدا الفكرة قلتني شرحت اللي كيف انه في كتير دول هو ايد او ما ايد بس المسئولية علينا يعني صندوق النقد ما في قلك متعملي ممنوع مش شغلته هو بيعطيك الملاحظة هو بيعطيك الملاحظة وبيعطيك انه اذا عملت هك قال انه كل فتا رح تكون باهضة اه ولكن ما منع وقال شو اذا عملت هك بس هو ما بيقدر يمنعك او يفرض عليك الشيء هلا وقتل بدك تاخدي اموال منه مثل ما هلا عم بيصير بيقلك اوكي اذا اخدي اموال مني انا في هيدا نوع من النصائح والشروط ايضا الشروط ونصائح لانه فيه قصص نحنا عم نطالب فيها وقتل قلك اصلاح الكهرباء والماء والاتصالات هاي نحنا بنزعل بالعكس والتالي خلي تكون هاي شروط معلاش او هاي شروط لمصلحة الشعب اللبناني وفيه قصص كمان تاني آسية رح تكون بس بيوقتها لبنان نحنا راهننا عالوقت انه انه الامور ما رح تصير سوداء بسرعة يعني كان فيه ريهان انا بقول او تفكير خاطئ انت ريهان كلمة مش كتير حلوة تفكير خاطئ انه الامور مستمرة والموسيقى عم تلعب والرأس ماشي وبالتالي ما حدا على الموسيقى وكانوا الناس كلها مبسوطين الدول العربية عم تحط اموال والآخره وآخره شوية فجأة اللي ميت سبب وسبب كله وقف بذات الوقت اوشتك الكورونا اوشتك يعني هيدا الكونكور دو سيركونسطانس بذات الوقت فات كازا شخبي بذات الوقت بوف هو اللي خلال هيكل يوقع فرد مرة بسوق الادارة السياسية للبلد طبعا عندنا ادارة سياسية سيئة للبنان خلينا نعترف وكل هذه السنين ما قدرنا نقوي قطاعاتنا الانتاجية حتى نقدر نعتمد عليها بأوقات الازمة لو كان عندنا نقدر على القليلة نكفي حاجاتنا مثل ما غير دول وقعت بأزمة ولكن كان عندها انتاج بأمكان بالزراعة وان كان بالصناعة قدرين تتغطي أو تصمد يعني كان عندها مقومات السمود هيدا نحنا كمان بكل هالوقت اللي كنا ما نتنعمين فيه باستثمارات كنانا عرفين بالأموال المجانية اللي عم تجينا وانه القطاع المصرفي هو مزدهر وكذا عم نستفيد من كل هالمداخيل ولكن ما قوينا قطاعاتنا كان هيدا سبب كتير بس هو اللي أزيل اللبناني أكتر شيء موضوع المصارف موضوع الصناعة والزراعة في مقومات العيش الحد الأدنى اليوم بدل ما يكون عندنا أنتاج كافة يعني الزراعة والصناعة في لبنان من أول وقت استقلال لبنان كانوا ضعف ولكن وعا أسس لبنان بلد السياحة والمصارف شوية السياحة وقفت لمدة سبب وسبب سياسي وغير سياسي قشة المصارف كان الشق الهائل شوك الهائل أنه من النهار للتاني بطل فيك تسحب أموالك وقالوا لك سوريا ما عاد فيه وصار فيه قرارات مصارف لبنان كانت عام تجيه وقت متأخرة يمكن كمان ضياع أنا كمان بقول فيه ضياع وصلنا أنه فيك تسحب دولارك بأربعة تلاف أول شيء هلأ صرنا تمان تلاف يعني عندك أربع خمس قطاعات وقفت مع بعضها بزيت الوقت بزيت الوقت كله كيف بدك البلد يمشي أصلا صناعة وزراعة ضعاف نحن منهم وما عرفنا كيف نخليهم وقفين واجت الكورونا فوقون إلى آخرها واجت الانتفاضات الناس اللي انفلقت كمان يعني صار فيه قصص والإدارة السياسية السيئة للبلد خلنا نرجع الاقتراض بالعملات الأجنبية اللي شجعت عليهم يعني شفنا كتير تقارير لصندوق النقد الدولي على للدولة يعني اقتراض الدولي بالعملات الأجنبية عبر إصدار سندات اليوروبونز وبايعها بالأسواق الدولية واليوم يعني هيدا الانهيار تبين أنه توسع الدولة بالاقتراض أيضا بالدولار أدى إلى ربط سلامتها الاقتمانية بوضع المصارف التجارية وملائة هذه المصارف من خلال اعتمادها على القطاع يعني المصرفي باستمرار للاقتراض بالدولار لسداد الديون المستحقة وفوائد الدين العام كمانا يعني هيدا تشجيع على الاستداني بيوروبونز وغيرها يعني كله أيضا صدو الناد موفق عليه كان لك أنا عباطرت على كلمات تشجيع يعني مثلك تشجيع مثل لحنا شي ولد صغير بيقلنا يلا شجاكم وروحوا طلعوا لعبوا بره وجعوا وفوتوا وإلى آخرة لا اللي صار بالاقتراض بالعملات الخارجية عندما كانت الليرا ثابتة على الدولار وكانت الفوائد على الليرة عالم الفوائد على الدولار كان أنه دبائن في الدولار بتوفر خدمة دين عام يعني بكل الدول فيهم سعر صرف ثابت بتكون الفايدة على الدولار والفيدي على العمن الوطني هي ذاتة وليس honorary ريال او دولار وهو ريال مت handsomeغش إذا كت Lima إذا بك اخذ قروس بالريال أو قروس بالدولار الفايدة هي ذاتة لأنه يمكنك أن تبدلهم. لا يمكنك أن تكون غير ذلك. في لبنان كان هناك أنومالية. هناك شيء ليس طبيعي. أنه مثبت ليرتك على الدولار. والفايد على الليرة أعلى. وبالتالي هذا شيء أنومالي. لماذا؟ لأن الناس لا يوجد ثقة في وضع الليرة وسياسة مصر في لبنان. الناس في لبنان. اللبناني زكي. أو قد الزكا سيفزوا حدين. لأنه اللبناني زكي وفهمان. ليس مطمم باله. وبالتالي مستعد يروح على الدولار اللي هو الفايد أو طبعا من ما يروح على الليرة. صح. ولكن في كتير ناس يعني نغشت بهذا الموضوع. وحولت أموالها إلى الليرة اللبنانية. واستفادت من الفوائد يعني. حدا جبراء. إذا أنا بيقول لي في حدا جبراء. لا أكيد بحدا جبراء. لكن فينا نلوم العالم. اللي كان مسبت سعر صرف الليرة لحوالي أربعين سنة. ما كان حدا يعني ليل اللي قدروا يتوقعوا. أو نميالهم. أو خبروهن انه هيك رح يصير. وسحبوا أموالهم أو حولوهن إلى دولار وغيره. شوفر الرقي العالم. ولكن اللبنانية بأغلبيتهم. في كتير منهم كانوا واسئين. لا لا لا. لا لا لا. لماذا؟ 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 لأنت نقلت بالبقيد على الدولار حسناً؟ لذا لماذا؟ 70% من المعيد من الدولار حسناً كانت 70% ضبق بالدولار؟ يا أمم الماضي أو 3-4 لأنك تديم 3 عيد في المعيد من الدولار عم تأخذ فوايد واطي والربع الباقي بالليار عم يفوت عالي والسعر الصرف ثابت التفسير الوحيد أن الناس لا يوجد سقف على الصرف أنا لم أكن أعرف أن 70% كان الودائع كلها بالدلع كل مرة يصنعون هذا يبدل أن اللبنانيين لا يوجد سقف يعني مستعد يضحي بالفايد ليطمّن باله بالرغم من تصريح مصرف لبنان ومقابلات أنه لم تعتلوا هم سعر الصرف ثابت اللبناني ليش مصدّق طب لماذا تم الاقتراض باليوروبونز فقط يعني لقلت لي أنه تقدر كفف من الدين لأنه تكون عندك أنت سعر صرف سابت والفايد على الأجنبي أو طب أنا مش همقول أنه أنا أمأيد أنها سياسة عم جارب أشرحها هلأ بتتديني بالعمل الأجنبي لخدمة الدين العام أرخص شرط أنه سعر الصرف يبقى أنه يبقى سابت طبعا إذا لم تتديني خرابت حالك مثل مصار مثل مصار وقفنا ندفع على اليوروبونز هلأ ليش عملت اليوروبونز أنت أصلا اللبناني كان عم يتديني بفترة التسعينات يعني بعد اتفاق الطائف وبلشت الأمور في لبنان أنا مش عم أقول كان ركزنا كتير على العقارات وإلى آخرية بس بهديك الفترة لبنان كان عايز يقترد يعني الدولة طبعا كان كله عدين يعني المؤتمرات كلها يعني مؤتمر باريس واحد واثنين وثلاثة أنت طلعت من حرب الطائف ما فيه إدارة كانت إدارة فارطة صح أوكي ما بدك تعملي بشكل وتطلع من حرب أنت ما بدك تعملي طرقات تعملي بنايات تصلحي بنايات أوكي من بدك تجيه الأموال كله اقتراض كله اقتراض لأن وقتها كانت إدارة الدولة غير قادرة على الضرائب صار في اقتراض كذا بس بك بس كان في معه كانت عموله نمو ازدهار ونمو طيب طبعا يعني بس تجيب أموال من الخارج وتعمل مشاريع في لبنان واستثمارات وغيرا أكيد رح يكون في نمو ازدهار ولكن كله قائم على الدين قائم على الدين وقائم كمان على استثمارات اجت منبرة لتستفيد من أنه لبنان دولي عم تنمو تزدهر للأسف هذا مطال معظم الأسباب السياسية ما ننسى الاعتداءات الإسرائيلية والخلافات يعني ما تنفسنا باللبنان باللبنان من 75 لليوم البلد ما جلس اهه اجت حرب 75 أخير أخضر اليابيس رجعنا عملنا اتفاق الطائف يعني جلسنا شوي هيك وهيك كل سنتين ثلاثة في حروبات صحيح وبالتالي اللبنان بعد ما جلس والاعتداءات الإسرائيلية كمان أثرت طبعا ولكن بعد كل اعتداء كان كمان يجينا هبات وأموال من الدول الخليجية لا تصلح الخراب لا تصلح ولكن الوقت تروح هذه الهبات وهذه الأموال تنصرف بطريقة غير معروفة وغير محسوبة حلا في انفاق يعني كمان نتم بطريقة من عرف لا وفي سرقة سرقة طيب هذا هي خضرتك ألتا لا بس هي أهم من هيك بعد انفجار بيروت ووجيت كتير مساعدات على لبنان على أساس لجمعيات والآخرية ويقال ليش في أموال كمان طارت طارت ولكن هذه المرة هذه الأموال ما أجيت للدولة اللبنانية اليوم ولا دولة إبليت إنه تسلم الدولة اللبنانية هذه المساعدات أجيت عبر جمعيات كلها بس لهدف من سرقت يعني مين سرقة؟ لا بس أجيت لهدف أعمار بيروت للمناطق طيب ماين الأوذيت اللي نعمل على هالجمعيات؟ مين بدوا يعمل الأوذيت؟ وزارة شؤون الاجتماعية ما هي ما استلمت حتى تعمل فيها تعمل لأنه هي مرخصت لهم للجمعيات لا لا جد جد لا ما هيدي بدنا نلوم الدولة خلينا بس هيك من نلوم الدولة بعشي شال لأن هذه المساعدات ما أجو للدولة مش عبر مؤسساتها كنا عم نحكي على العقاب أذكر كنا نحكي على العقاب يعني اليوم بترجع بتفتح ملفات هاي الشؤون الاجتماعية الجمعيات لأخدي رخص من هايدي وزارة شؤون الاجتماعية بقلا بتسحب للرخصة وبتذكرها أكيد بس بدنا ورشة أدنة رهيبة عليهم لأنه هاي الأموال مش لقلهم جايين هاي جايين عبرهم للناس واليوم بتسألي الناس لتفجر بيتهم وكذا شو واصلهم أنا بسألهم أتلا ثاني خاصة أصدقاء وأصحاب يعني بيبكي الواحد قبل ما يسمع لا لا اليوم يعني مش كل المساعدات اللي وصلت وصلت للعالم ولا المستفيدين منها يعني من الجمل دينته اليوم بيقولوا لك أنه وصلهم يمكن تركب لهم إزاز يمكن إذا الشيباب مكسور تركب بس ما فيها المساعدات اللي يعني رجت عمرتهم بيتهم يعني هني لا لا عدوا ما فيه نحنا بنعرفون هني حطوا من أموالهم تحتى يرجعوا عبيتهم إذا عندهم أموال والما عنده أموال معتر صحيح معتر ما ما قدر يصلح بيته حتى بعد هيدا الانفجار الكبير اللي هندسات المالية أيضا اللي عملت بمصر في لبنان كمان يعني كان في إلا تداعيات يعني بشكل عام واللي تعامل مع صندوق النقد بإذا بدنا نقول بتشجيع كمان ما حبيت كلمة تشجيع كمان ما قال ما حزر هذه كلمة أنت مش أصدك بس كلمة مهينة لإلنا كلمة تشجيع مش هيدا أصدك تشجيع بمعنى أنه تجيم لك أصدك تشجيع أصدك تشجيع أصدك تشجيع المالية ولكن بعدها أشار بلغة خجولة أنه هذه الهندسات لا تمثل حلا مستداما وهي حلول ترقيعية حلول ترقيعية وخاصة الاحتجاج عليها أنه في ناس استفادت مننا وناس لا المصارف يعني هن يقال بأنه الاستفادت منهم وليس كل المصارف كمان بس هذه أنا أمور بدأت ترجع بكرة ينعمل قضية تعمل مصر في لبنان هذا التحقيق الجنائي صح اللي عم بنحك فيه شو هدفه؟ هدفه توصل إلى حقائق لنظمة وصلت إلى حقائق متل قصة شبير مارك ميزات الكالتشر هاي اللي عمنا إياها ما بدنا نوصل لحقيقة وبعدين شوفي بلبنان من أكبر الأخطاء اللي عم نعملها أنه يبقى أي مسؤول أنا مش قاصة حدا تحديدا بس كمبدأ عشرين وثلاثين سنة بالوظيفة تبعه هاي دي ما بتصير ما في دولي شوفي اليوم السفراء الأجانب بلبنان مثلا كل ثلاث سنين بتلقيهم فلو خاصة الغرب الدول العربية غير شي وهو أيامات الرئيس فؤاد شاب الماضي كان يبقى مدير عام ثلاث سنين وينقلو على مدير عام تاني يعني يكون مدير عام وزارة المال يعني بيقشر كمان دم النطاق اللي بيفهم فيها اليوم بيعدلك ثلاثين سنة صح وهذا غير سليم وغير صحي هذا مش مقبول مش مقبول خاصة لقصص تعيين مش انتخاب تعيين حتى يعني التعينات عندما يكون في فراغ أو شهور يعني بمنصب ما كمان نشوف قديش بيتركوا المنصب شاغر تحتى يتموا ويعملوا سلي التعينات كاملة متكاملة تشمل 100 مركز تحتى يمشوا التعينات كمان هيدا الشغور أثر كتير على كيف لكان كيف لكان اليوم بأي وزارة أو مصرف ربنان أو الاخيري الناس بيقوا ثلاثين سنين يعني في شي كمان مش طبيعي بالبلد مش طبيعي عشان قول اوف كيف صالي تايم اي اما انت كمان وقت تخلي هيك ناس هيك مدي متل ما عم تقول انه يلا الامور خليها ماشي هون نرجع لقصة سوق الادارة السياسية للبلد متل سوق ادارة اي شركة اي شركة اخر شي بيتوصل لانهيارة نحنا بلد اخر شي وصلنا الى هذا الانهيار لانه بعد حصول هذا الانهيار وانكباب الجميع على دراسة اسبابه يعني تبين انه فجوة الخسائر بمصر في لبنان بدأت بالتنامي بشكل هستيري منذ العام 2016 اكتر شي عندما بدأت هذه الهندسات المالية ادي هيدا الشي صحيح صحيح انه بلشت الامور تكبر وتسوق 2016 او اخر 2016 بهكت الفترة هاي كان ممكن معالجتها انا برأي شوي لو كان في رؤية واضحة ولو ما اجت كل الامور التانية رجعنا عم نردت بعضنا كلها كمان بذات الوقت كان ممكن تدركها تطويلها معالجتها بس بذات الوقت الوقت سبقك يعني فتك بقصة الكورونا بقصة السوق وسوق كيف انفجار بيروت بس انفجار مالي صارت بذات الوقت مجموعة امور هيدا اللحم هيدا الحط هيدا الاخري الانفجار كيف بيصير مجنوعك واحد بيكبو الزر وبالتالي صار فيه معظم امور بذات الوقت خلت ان الوضع لا يمكن ان يستمر على كالك كان معروف هو ان الوضع ما في كان يبقى الى ابد الابدين كان بده يكون فيه معالجي وانا برأي لو ما صارت كل هالاليفنتس كلها سواء 2019 كان يمكن تصار فيه شوية معالجات لانه كان فيه وعي للموضوع بوقتها بس فيه كمان الوضع السياسي المهترق ما عم بيخلوهم كانوا يعالجوا اي هو يعني اليوم من عملت هذه الهندسات المالية بوقت كان فيه يعني فراغ رئاسي وتمت التسوية وعلى اساسها عمل يمكن حكم مصرف لبنان هذه الهندسات على امل انه يصير في انتخاب رئيس جمهورية تشكيل حكومي البدء بهذه الاصلاحات المطلوبة اليوم يمكن حاول انه يساعدون شوية ولكن هو يعني كما يقول بانه ايضا الدولة اللبنانية ما قامت باي اصلاحات لمعالجة يعني اسباب اللي قدت الى هذا الهندس ورجعوا من خمسة سنين عادوا التجديد له صحيح كمان يعني اليوم وهلأ في ناس عم طالب بايقالته اول شي ما عم عاد بقيلوا كتير يعني سنة زمان يمكن قال يعني ما بيحرز مشكل هلأ لوقت بقية اصير بس كمان جدد لقلو ما ننسى من سنة اتنين وتسعين يمكن يعني في قصص كلها سوى اغلاط متراكمة عملت كل هالشي شوفي باي اليوم دولة بالعالم انا ما بحب اتشبه بدول اقل منا بحب دائما اتشبه بالدول اعلى منا هاي امور بتعمل تغييرات هائلة بالبلد يعني وبتالي بيتغير ميت واحد مش واحد واثنين احنا بس بتصير التغييرات السيئة اللي هي مثل الانهيار من الكوارث اليوم اللي عايشينا ولكن تغييرات لانه واحد يتقدم او يغير بشكل ينعكس تقدم وازدهار على البلد ما منشوف هايدي هايدي التغييرات الجزرية شوفي معنا مثلا عطيك هالأجزامبل اليوم رئيس وزراء بريطانيا اكيد انت متابعة شو مشكلة بوريس جونسون انو وقت كان عم بيقول بالكورونا ما تجتمعوا نعملت حفلتان ثلاثة صح بلبنان هاي كانت مثلا اقالة مسؤول لا وشوفنا شوفنا نمازج بلبنان يعني ولكن محركة ساكن انو هيدا 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 مساء بينعكس على كل شي انو اليوم عم يطلبوه بالاستقالة مش هو عمال حفلات كمان انو هو طلع لها يمكن هايك او عارف فيها يعني ولبنان هاي يمكن بيقولوا انو والله برافو عليها شو شاطر عمال حفلة يعني خرق القوانين للأسف ولكن هايدي هي المحاسبة اللي كنا عم نحكي عنا بأول الحلقة هي ذاتا اليوم العقاب المحاسبة هن اللي بيخلوا يوصلونا انو نكون عم نبنئ هذه الدولة للأسف هوا منو موجودين بلبنان تطبيق القانون اليوم اللي موضوع لأجل هذه الامور ما عم يطبق كمان هيدا اللي وصلنا اكتر واكتر خليني فوت على اخر فاصل اعلاني دكتور بدي احكي شوية عن خطة التعافي اليوم قديش هذه الخطة هي قابلة للحياة قديش هي عن جد حقيقية وممكن انو تعيد وداع اللبنانيين قبل ما يخسروها كليا قديش اليوم المصارف ادرى تلتزم بخطة التعافي لانه اليوم بلش التهديد من قبل المصارف بانه هي لا تستطيع يعني تلبية شروط الحكومة مما سيدفعها الى الانسحاب فاصل ومن ثم نتابع اعود لكم مشاهدينا لمتابعة السياسة اليوم بالمحور الاخير مع ضيفة دكتور لويس حبيقة الخبير الاقتصادي والمالي دكتور يعني خطة التعافي اللي قدمت للصندوق النقد يعني مبارفة اديش هي منتحية اديش هي قابلة للتطبيق على ماذا تحوي خطة التعافي يعني اسمعنا فيها اكتر شي بقصة انه اعادة وداع اللبنانيين حتى ما يخسروا وما هي افضل الحلول لاسترجاع برأيك هذه الطرحات اللي انوضعت لاسترجاع اموال الموضيعين هل يمكن ان تطبق هل فعلا ستتمكن الحكومة من اعادة هذه الاموال هذا كان وعد الرئيس نجيب ميقاتي عن تشكيل حكومته انه همه الاساسة اعادة وداع اللبنانيين وخصوصا صغار الموضيعين شوفي في موضوعين اساسيين مرتبطين في موضوع الخسائر اللي حصلت بالقطاع المالي والنقدي اليوم اتفقوا بالدولة انو قيموها بتسعة وستين مليار دولاج صار في اتفاق انا كنت احسالك عن الخسائر بالشكل اه بالاخير ذا بدك ان اجله لا لانو هاي بدي اربطها بالاصلاح المصرفي اكيد فضل لا بس هون لانو في شي كتير مهم لانو احنا ما انسى بعدها ان انسى انقوله هني هاي الخسائر كيف بدي وزعوها هون قصة كبيرة هاي صح يعني عم بقولوا بنا نوزعها بين الدولة مصرف لبنان والمصارف والمدعين تبهي اليوم مدعين وهيدا كتير خطير يعني اول شي المدعين ما قلوهم زنب بالموضوع ممنوع الدق باموال المدعين شو قلوهم زنب بالمدعين شو زنبوا هني جنيو هالاموال اليوم بيطلعلك ناس بيقولوا كل اللي حول من ليرا للدولار بدنا نرجع نقلب له اياها هني عم بيحددوا اللي حولوا بعد 17-20-2019 لانو شعروا بالازمة وركدوا وحولوا اموالهم ضد القانون تبهي لقليك ليش انا هدا الموضوع لا مش ضد القانون تبهي ضد القانون لا هذا ما فيك دق فيه فيك دق ازا بادا باك بالحول وقت لاتفقوا المصارف انه ممنوع التحويل لبرا في ناس حولت لبرا هدا ضد هدا بترجع له اياهم اكيد ايه بس اليوم اللي ضمن البلد حول امواله والمصارف حولت له وهو طلب وحول انه ليش عم تعاقبوا انه اليوم بدون يعتبروه يعني لهيدا المودع انه انت كل عمرك حاطت وداعك باللبناني بس شعرت انه في ازمة حولت الى دولار تستفيد يعني انت كان فيك تكمل على اللبناني كان فيك بس هو ما عمل اي شي ضد القانون وعمل اوكي استفادوا كان عنده رؤية ليش انا خايف منه هاي كتير هلا اللي حول امواله برا ضد الاجراء بترجع له اياهم اكيد الاموال المنهوبة اللي صالنا سنين نحكي استرجاع الاموال المنهوبة ما استرجعنا دولار وين الاموال المنهوبة في اموال المنهوبة برا هاي استرجعها اكيد بس اليوم قاعد هون انه محبوس هوا بنسميهم كابتيف اوديونس يعني محجوزين بتعمل فيهم شو ما بعدك محجوزين يقولوا لا هادي ما فيك تدقره اوكي هلا بعدين شو انه بيقلك لانو الاخد اخد فوائد عالية على الودائع تبعوه بدنا نرجع نسترجع الفوائد لا لا حبيبي اول شيء وانتبه انا مني من هالجروبيات ابدا انا مش عم بيحكي لي اسباب شخصية او معارف او 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 معارف انو لاي الفايدة العالية اللي عطيتو اياها غسم فرضه هو عليك انت انت عطيتو اياها خله او الحطه هأو كيف باي حق انا خايف عم استقبل البنان اليوم ف跟 صراحة عم استقبال البنان او على وضيع اللبنانيين يعني؟ Organisation هاي مستقبل البنان انا اقولشو لا لا اخايف هلأ انا خايف عند تواجع انا خايف انو لبنان يبطل يفوت عندك الدولار مستقبلا هلأ هالكم سنة اكيد نحن نفقد. لا شوفي. بالموضوع هذا المالي. يعني اليوم عم بيحاولوا اللبنانيين يشيلوا دولاراتهم او يحاولوا يخلصوهم. لا حاول ما بيحطوا اليوم اللبناني. شو ما قبض المصاري بخليهم بالبيت ما بيرو على المصرفين. صح صح. هيدا هيدا مشكلة. لانه صار في عدم ثقة. ولكن اليوم كمان سؤال دكتور يعني هيك. اليوم المصارف ما عم تفتح حسابات. اكيد. طب ليش. لانه في. بركي واحد بده يجيب دولارات ويحطون. ليه ما عم تفتح حسابات. هلا ي يمكن ازر واحد بده يجيب دولارات تفتح لك فريش اكاونت. ما عم يفتحوا. هلا يمكن يمكن مصارف تفتح يمكن. عن جانب ما عم يفتحوا. بس انه يمكن هيدا انا برأيي قانية. ان هيدا ترتيب بس هيك. شو معناته. ترتيب انه ما بدون يكبروا المشكلة عليهم. وباركي تغير تلقوانين بشكل اعتباطي. وبالتالي بيقول لك حليني هلأ خلص بالموجود وعالجه. اوكي. اوكي. كرميل هيك يعني هيدا الموضوع. فيه ازمة بتروح بدك تفت أن lasting. اوكي فتحوا لك. ابنك ان انا بدي اجيب اموال من الخارج حطهم باللبنان. هلأ ازا عندك حسابات انت بالمصري دلتك هيدا ما في مشنيه بس بتفتح حساب جديد. حساب جديد. في عالم ما عنده حساب بالدولار عنده حساب باللبناني حبيت اليوم تفتح حساب بالدولار ما عم فيها مضبوط هلا بتروحي انت عاوربا مثلا بتفتح حساب بيك تفتح حساب كمان لا اليوم صار لأ باوربا مثلا بتروحي بتفتح حساب ببنك أوروبي مصيبة يعني ما فيكي هذا في اليوم خوف عالمي من قصة الحسابات الجديدة لموضوع الإرهاب والكابتاجون أو الكابتاجون بيسموه يعني صرنا مشهورين بلبنان تفتح التليفزيون كابتاجون يعني ما عاد في شي غير جاريت من انشهر بغير إشياء بغير إشياء بس خليني أرجع لهذه النقطة أنا أنا خايف انه القطاع المصري فيه نقتله بمعنى انه اذا نحنا اليوم وقتل معنا دولارين ما منحطهم بالبان معنا في مشكلة كبيرة أكيد في مشكلة ولكن ما بالله من الموضع ولبنان لتعملي اقتصاد لبناني بدك قطاع مصرفي حيوي قطاع مصرفي ياخد وداع ويعطي قروض وين وين نحنا راح رجعنا صرنا هلأ نحنا المجتمع متخلف ماليا ونقديا رجعنا مثل مويناج من كال وهذا الانكماش اللي عم نعيشه من جراء هيدا الموضوع طبع طبع إذا انت ما بديك تدينيه المصارف ما بديك تدينيه وإذا عندك أموال ما بديك تحطيها بالبانك وإذا معك الدولار ما بديك تدينيه اليوم في عنا الوضع المرضي ما بدنا ننزيد المرض هذه الدورة الاقتصادية كلها أسرت على كل الدورة الاقتصادية هذا الموضوع وبالتالي اليوم إذا فيه خسائة 69 مليار دولار حكما الدولي لأنه هي مزنبي الدولي مصرف البنان حكما مزنبي المصارف مزنبي إذا بسوء تصرفها بالإقراض ومجلس إدارة المصارف وهي عاطة براءة زمي مسؤولي بس الموضع شو زنبه المعطر؟ الموضع ما زنبه لا أبدا وبالتالي عم تقتلي النظام المصارف لكن عم بيحاولوا اليوم أنه الموضع يعني فوطوه بتحمل الخسارة من خلال أنه خد أسهم أو يعني إذا هو بده إذا هو بده يعني هيدا عم يكون اختياري الاختياري حر الاختياري أنت حره معك دولارات خزئية ونكبئون على طريقها غير موضوع بس عب ينسمع بالبلد منه شيء اختياري لين اليوم المصارف ما بده تتحمل هذه الخسارة؟ وعم بتقول أنه نحنا ما فينا نلبي شروط هذه الحكومة ويمكن ننسحب من موضوع خطة التعافي هل يجوز لهم أنه ينسحبوا من خطة التعافي؟ لكنهم يريدون أن يتحملوا المسؤولية لهم هل تعلمون؟ يعني أنت اليوم هو شو صار؟ قطاع المصرفي أقرد أعطى لمصرف لبنان لأن مصرف لبنان هو مصرف المصارف وعطت قروض للدولة وهذه الدولة أسائت الإدارة وبالتالي في مشكلة ترجع المصارف نفس الشيء في مع القطاع الخاص قطاع الخاص ما تدين هو من المصارف في قسم كبير من القطاع الخاص ما رجعك إذن هون لذلك أموار صندوق النقد وما يأتي وراء صندوق نقد كثير مهمين أن يفوت دولار جديد على البلد يعني أن ترجع بالسيكل بالعكس لحتى ترجع أموال المضيعين لكن هذه يمكن أن تأخذ سنين سنين بالوقت الحالي لدينا خسائر 29 مليار دولار لماذا كان؟ الدولة تبيع أصول وتسدد المصارف تسدد قسم مصرف لبنان طبعا والدولة تسدد البقوي عبر بيع كم شقفة أرض لطعمة وإذا لدينا إدارة تهدرها وبالتالي تبيع أصدد الخسائر لا تدقي بالمضيعين لأن المضيعين اليوم هذه هي خطة التعافية لأنه لا يوجد عنام هل توصلنا لنضع هذه الأسس؟ لا بعد ولكن هذه المنفوضات مع صندوق النقد ولكن لا يوجد شيء عجيب معروفة ماذا بده؟ صندوق النقد عمي طالب بالقطاع العامي يكون يتحجم 300 ألف موظف بلد مثل لبنان نحن قدمنا عن انتخابات نيابية خلينا نحكي بصراحة هل قادرين اليوم الأحزاب أن يتحملوا اليوم هذه الخسارة أن يشيلوا الموظفين من وظائفهم؟ هل المواطن اللبناني أصلا اليوم اللي ما اعتمد على هالمعاش القليل اللي ما بقى عم بيكفيه؟ هل اليوم تقدر أنت تتحمل كمان أنه يقعد بلا وظيفة؟ كمان ما هيدا الطلب؟ اليوم كتير صعب بيزارف لبناني لا مش صعب لقلك ليش أنا ضد طلب هل هو خطأ أنه كان يكون فيها التضخم بحجم موظفين الدولة ولكن اليوم هل قدرين خلينا نحكي واقع هل قدرين نحل هيدا الموضوع بهالتوقيت؟ ضد طرد أي موظف الدولية شو بنا نعمل اليوم؟ اليوم عندك بدك توزعهم حسن توزيعهم كنا عم نيكي أول شيء أنه وزارة الاقتصاد في عنده خمسين مفتش صحيح يعني اليوم طلب طيب اليوم هيدا مطلب صندوق النقد بأنه تقليص عدد موظفي الدولي مع الواقق مش طرد ما رح يتم بهيك هني مش طلبين طرد هني عارفين وضع اجتمال هني عم بتبقى أنه مثلا في واحد بيروح على التقاعد أورفار في واحد عنده عقود سنوية خلص العقد باي باي هلا ولكن هاو اليوم معتمدين على هذه العقود هني بيعتبروا حالهم يوم وزفين دولة؟ لا ما فيهم يعتبروا حالهم هني بيعرفوا أنه عندهم عقد عم يجدد سنويا ولكن في منهم عندهم كفاءات هائلة مثلا في منهم مهنسين مهمين بالمجلس هاودي بيلاقوا شغل بالقطاع الخاص بدون أي مشكلة يعني أنا هاو مش عطلين همون هناك ناس البرازيتو كذا تعالجي أمورهم بس أنا برأي المبدأ العام في عندك وزارات فيها فائد موظفين بيعملوا شيء في وزارات عايزة انه يتم توزيعهم ايه منوزعهم بدون ما نطرد حدا وبالتالي كله بتقدري تلبي وانتباه بالإنفاء غير الأجور والآخري فيك تحليها يعني هادول الوزارة اليوم بيقدروا يعملوا هالتصليحات طبعا مرجل وزارة مرجل وزارة بيقول نحنا حولنا خمسمائة موظف من وزارة ايك ولكن بناء على طلب من الوزير المختص اللي هو بيعرف اليوم قديش في عدد موظفين بوزارته اكيد ووين الفائد ووين النقص كل وزير بيعرف اذا عنده فائد بوزارته او لا كل واحد بيعرف اكيد واتسأليهم بيعرفوا منحول مائة موظف من هاي الوزارة لها ومائتان من هاي دي لها ديك بدون ما يخسروا ولا ليرة كنا عم يتحدث عن المصارف قديش قدروا تلبي اليوم شروط الحكومة بعدين في تاني إلنا في القطاعنا تاني شيء إصلاح المصرفي إصلاح المصرفي ما في كاف في هايك إعادة هيكلي هيدا هو يمكن اليوم اللي منو متحمله يمكن مش بس هايك هايكلي مش واضحة شو بدون يعني هل هل الدمج هل أنه مصارف عندنا نحنا اليوم 46 مصرف عامل بالسوق أوكي هاو ديك في منو نديكور انو هايك اسمي بس 46 عامل وألف فرع طيب لا بلد صغير مثل اللبناء يمكن عشرين مصرف قوي أفضل من 46 صح صح وهون بديك تدرسي طريقة الدمج هذه الأمور اللي صارنا يمكن سنتين وقت الانهيار عم نحكي عنا وتقدمت عدة خطط اقتصادية وغيرها وبينحكي عنها هل بلشنا في يون لا بعدنا بلشنا هلأ التفاوض ماشي وهلأ شكلنا بالحكومة الحالية فريق للتفاوض مع صندوق هاي جديدة هاي مانا ما صلى ألف سنة هلأ شهرين أو شهرين وتعرقلت بأمور مجلس وزراء وعدم الاجتماعات وهذا الفريق كتير كويس وممتاز وعم يفاوضوا هلأ عبر الزوم أو مش زوم حي الله وبالتالي مفروض يوصلوا قريبا لاتفاق مع صندوقنا إن شاء الله ولكن يعني فيه شغل كتير بدين عمال وأنا برأيي فيه قسم منه عمين عمال فيه قسم عمين عمال وبعد لازم يعني يكون العمل الآخر أسرع بدنا نكون أسرع كتير إن الوقت ضدنا مش معنا إن شاء الله يعني بعد التقام الحكومة من جديد وعودتها إلى الاجتماع تكون القرارات أسرع بكتير لأنه الوضع ما بيحمل أي تأخير نحن للأسف خلص وقتنا دكتور بدأت شكر خضورك معنا الخبير الاقتصادي والمالي دكتور لويس حبيئة على كل هذه المعطيات وأيضا مشاهدين الكرام أشكر لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء